موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة سفير جوني عبدو مدير المخابرات اللبنانية العسكرية الأسبق وسفير لبنان في كل من سويسرا وفرنسا سعد سفير مرحبا بكم الحرب اللبنانية اندلعت مرة أخرى في الثالث من هناير كانون الثاني عام سبعة وسبعين بعد هدنة حصلت في لبنان بعد وصول قوات الرضع العربية بعد مؤتمر القاهرة الرئيس ساركيس كان يحاول الإمساك بزمام الأمور لكن كانت هناك مزيد من الانشقاخات في الجيش الضباط المسيحيون ينشقون وينضمون إلى الجبهة الوطنية المسيحية والضباط المسلمون ينشقون وينضمون إلى منظمة التحرير والقوى الوطنية أنت لم تدخل في هذا الطرف أو ذاك؟ لا كلا أعدت في بيتي لمدي معيني فعلا أجي على مكة على المكتب وأعد بالمكتب بس لم أكن أتعاطى لا عاطفيا ولا شيء ما أحد لكن في مصادر كثيرة بتؤكد أنك أنت تعاملت مع الكتائب وأنك لعبت دورا في تأسيس الجهاز الاستخبارات العسكري للكتائب؟ نعم لا التأسيس لا في وقت من الأوقات طلب مني بشير جميل أنه بدك تساعدنا بشيء يعني ما بشير تظل قاعد بالبيت نحن مش عم نطلب منك تقاتل ولا تحمل برودي معنا ولا شيء بس على الليلة تعطينا شوية معلومات إذا عندك حول كيفية تنظيم الجهاز الاستخبارات بقلب الحزب ما الدور الذي لعبته في تأسيس جهاز الاستخبارات الخاص بالكتائب؟ تنظيمي ولا مش أكتر من هيك يعني كان فيه ينعرض علي أنه بدنا نعمل هيك و هيك كنت أقول لهم أنه يعني إيه هيك و هيك لازم يكون فيه عندكم جهاز استراتيجي لاستراتيجية فيه جهاز العلاقة بالأمن الداخلي الأمن العسكري طبعكم يعني جماعتكم والعسكر لازم يكون عندكم ملفات عليها حدخين ما حدخين إلى خيري و عندكم شيء له علاقة بالاستخبارات العسكرية يلي هي لازم تعطيك لازم يكون عندك جهاز قادر يعطيك أماكن الخصم طبعك وين موجودين وين يعني هذه بالإجمال المساعدات يلي حصلت يعني كده العلاقة بينك وبين بشير الجميل كانت علاقة مبكرة في 76 مبكرة نعم مبكرة خليني أقول يعني حسب أنعتي أنا كانت مبكرة بمعنى أنه بعد عن الشر وغني له كنت خايف منه؟ لا ما كنتش خايف منه ما كنت حابب كون بهالجو هيدا ألم نرجى في كتابه حرب لبنان صفحة 57 يقول عنك لقد عرفه أعضاء الميليشيا معرفة جيدة إذ أنه انخرط سرا في حرب الأسواق عن طريق خلق نواه لجهاز استخبارات عسكرية لصالح المقاتلين المسيحيين ما كتير دقيقة الكلام بيقول كمان أن أنت اتخذت سوكو ماكس مقر ليك يعني كنت تذهب بشكل منتظم وكأن لك مكتب هنا مش صحيح الكلام الموضوع الواحد لو بيعرفه بالميليشيات يعني بمجرد ما ينعرف من قبل القاعدة العسكرية يلي موجودة عند بشير جميل لمجرد ما ينعرف أنه فلان عايز بشير جميل عايزه لحتى يساعده ويهتم في بعض المواضيع والآخرة دي غري بيبرز اسمه بعد تعيين العميد فيكتور خوري قائدا للجيش بات من الملح اختيار مدير جديد للمخابرات تمهيدا لإطلاق عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية الرسمية هذا ما يقول الوزير فؤاد بوتروس نعم في مذكراته ولكني تذكرت أني عندما توليت وزارة الدفاع للمرة الأولى عام 1966 تعرفت إلى الملازم أول جوني عبدو مدير مكتب قائد الجيش العماد إيميل البستاني وبهذه الصفة عملت معه بضعة مرات وقد لفتني أسلوبه في العمل ونباهته فاقترحت اسمه على الرئيس إلياس ساركيس حاكم معقول جدا هل فؤاد بوتروس؟ بس في زيادة أنا بأعتقد أنه اختراحه كان اللي ظنه ظنه هو إلياس ساركيس أنه قد يكون أقل وطأة على بشير الجميل تعييني أنا على بشير الجميل؟ نعم على اعتبار أن علاقتك ببشير الجميل يمكن أن تساعد أو تشفع أو تجعل الأمر مقبولا؟ أيوة يعني إذن لما إلياس ساركيس اختارك لمنصب مدير المخابرات كان يعلم جيدا أنك يمكن أن تكون قناة وصل جيدة مع بشير الجميل؟ لا كان يعتقد على الأقل أنه إذا كان هناك من مشاكل مع بشير جميل قد أكون أنا الوسيط في حل حلة بعض الأمور أنا هاجي بالتفصيل للموضوع ده أنت عينت رسميا في نهاية إبريل 77 رئيسا للشعب العامة للمخابرات اللي غير اسمها في ديسمبر 78 إلى مديرية المخابرات العامة وكنت أنت أول مدير للمخابرات العامة وفترة إدارتك للمخابرات حدثت معظم الأحداث الرئيسية التي حددت مستقبل لبنان لكن أنا وجدت أن كريم بقردوني يقول في السلام المفقود يقول أنه حضر اجتماع معك ومع الرئيس في شهر 18 و19 فبراير شباط 77 خطأ خطأ لم تكن مديرا للمخابرات في ذلك الوقت الأسس والمواصفات التي كان يجب أن تتوفر في مدير المخابرات وفق التوازنات الموجودة في لبنان هذا كان مش بعود إلو طبعاً بعود لللي عينوا أنا بعتقد أنه بوقتها يعني فيكتور خوري قدم قائد الجيش قدم اسمين للجيش ساركيس نعم اسم إيميل الحود واسمي أنا لتولي مديرية المخابرات اللي دوي رئاسة الشعب التاني يعني كان اسم الشعب التاني هو لازم مدير الشعب التاني أو رئيس الشعب التاني يكون مسيحي ماروني بوقت نعم يعني كعرفاً ولا كعرفاً ما في شيء اسمه يعني لبنان كله يحكم بالعرف أبداً لحد دل لا ما في شيء اسمه إن الرئيس الجمهورية يجب أن يكون ماروني ما فيه هذا عرف ليه اختارك أنت ولم يختار إيميل الحود بعتقد لأنه في معرفة أوية كانت بين فؤاد بطرس وبيني وكان يعني كان فيه لقاءات مع فؤاد بطرس ما إلها علاقة بالتعينات الشعب التاني إلها علاقة بتقدير الأمور وتبادل بعض الأراء يلي ممكن تساهم بحل حلة بعض الأمور في ذلك الوقت يعني مش أكتر هل صحيح إن فؤاد بطرس كان قريباً جداً إلى إلياس ساركيس إلى درجة إن في السلام المفقود بقردوني يقول ينقل عن ساركيس فؤاد بطرس وأنا نفكر التفكير نفسه وفي تسعين في المئة من الأحوال يأتي رده على مسألة معينة مثل ردي تماماً هل كان الرجلان قريباً إلى هذا الحل نعم وأصبحت أنت الثالث لهما بعد ذلك قد يجوز بس مش مش بنفس التفكير يمكن بنفس التقييم ونفس التفكير طبع إلياس ساركيس أكثر ما هو نفس التفكير والتقييم طبع فؤاد بطرس حينما اقترح فؤاد بطرس وقائد الجيش تعيينك مدير للمخابرات الشخص الذي اعترض على ذلك كان سليم الحص سليم الحص اعترض بشدة على تعيينك مدير المخابرات هل تعرف لماذا؟ ما بذكر ما بذكر أنه بالبداية اعترض ما وصلكش خبر أنه هو معترض عليك لا وأنه اعترض عليك لأنك انضمت لحزب الكتائب لمدة ثلاث شهور يعني هيدا منطق سليم الحص يعني هو منطق سليم الحص بيخذ القصة حتى لو كانت صغيري يعني ما حاول يستفهم مني أنا شو كنت عم بعمل وليش وكيف ما حاول هو كان فيه اعتلاق لكن أنت لا تنكر هذا أنك كنت مع الكتائب هذه الفترة مش مند ثلاث شهور مش صحيح أقل بكثير وثلاث شهور فترة بسيطة ولو كان بس أقل بكثير مش ثلاث شهور يكفي أن تؤسس لهم جهاز المخابرات الخاص بهم مش تأسيس يكفي أن تساهم في تنظيم على الورق ألم مينارجي يقول أنك استطعت بعد تعيينك في رئاسة المكتب الثاني أن تلعب لعبة الشرعية بأمانة كما يقول وسرعان ما أصبحت أحد الرجال السقاط للرئيس بل إن كريم بقردوني يقول أن الرئيس كان لا يحسم أمرا في غير حضورك أنت وفؤاد بطرس كيف استطعت أن تكتسب ثقة إلياس ساركيس بهذه الصورة؟ اللي يعني بيقوله ألم هناك بموضوع الشرعي هو طبيعتي يعني أنا وقت اللي حتى وقت اللي سهمت بتنظيم جزء من المؤسسة القوات اللبنانية في ذاك الوقت مع بشير جميل هو كان الشرعي يعني بمعنى آخر الجيش ما كان موجود ما كان موجود على إطلاقه الجيش ما كانش موجود لكن لبنان مش مورنة فقط لحظة لحظة مش كتائد فقط مش مسيحيين فقط لحظة اللي عم تقوله معك فيه بس مش هذا الواقع الحقيقي يعني بمعنى أنه أنا بعرف تماما أنه إسرائيل والعدو الإسرائيلي أهم شيء عنده كان أن لا يكون الجيش موجود وبالتالي هو كان بيفكر أنه في حال ضرب الفلسطينيين وضرب أجهزة الفلسطينية العسكرية لا يصبح في لبنان إلا القوة المسيحية اللي هي منظمة واللي أدرة تحكم لبنان بشير كان بدأ علاقاته بالإسرائيليين مبكرا من العام 75 وبالتالي هذه القوة العسكرية التي كنت تبنيها للكتائب كانت مدعومة عسكريا من الإسرائيليين من المؤكد أنك كنت على علم بهذا لا لم تكن تعلم أنها مدعومة من الإسرائيليين بشير جميعا مش أول من اتصل من أول من كان العليا بالإسرائيليين بحزب الكتائب يعني بدك ترجع لكتاب جوزيف أبو خليل جوزيف أبو خليل قال أن بيد الجميل اللي بعته هو راح أول واحد لإسرائيل لكن أنا بتكلم هنا عن العلاقة وهاجي لها تفصيلا برضو لكن أنت في هذه الفترة التي عملت فيها مع الكتائب لم تكن تعلم علاقة الكتائب بالإسرائيليين لا أبدا الرئيس عمل حلقتين ضيقتين جدا حلقة ضيقة جدا تتكون منك أنت وفؤاد بطرس وحلقة أوسع قليلا فيها أحمد الحاج مدير القوى الأمن وسامي الخطيب وفؤاد أبل لمع فاروق أبل لمع فاروق أبل لمع عفوا وميشيل المر وريني معوض وميشيل إيدة وسامي الخطيب كان طبعا كل دول موارنة كل دول موارنة وسامي الخطيب كان وسيق الصلة بدمشق وأحمد الحاج وسليم الحاس أحمد الحاج وسليم الحاس كيف كان إيه القرارات اللي كانت بتعرض في الدائرة الضيقة جدا اللي أنت فقط والرئيس وفؤاد بطرس وإيه القرارات اللي كانت بتعرض في الدائرة الأوسع يعني بتعرف فؤاد بطرس الله يلحمه الرئيس ساركيس كان يقول إنه هو بحاجة لوزيران خارجية وزير خارجية للغرب يلي هو فؤاد بطرس وزير خارجية للتعاطي مع العرب بغير الطريقة اللي بتعاطى فيها فؤاد بطرس مع العرب إيه الملفات الأساسية والمهمة الأساسية التي كلفت بها كمدير للمخابرات أم أنك عينت وقيل لك هذا مكتبك تفضل تقريبا هذا مكتبك تفضل يعني الرئيس دلكش ملفات معينة ولا شغل معين لا أبدا فيه مهمات معينة كان يعطيها إيه المهمات الأساسية مهمات سياسية شوف لنا فلان شو رأيه لا أنا هرجع بالتفاصيل الممارسة لكن ما هو الضور الذي يقوم به مدير المخابرات العسكرية في لبنان هو حماية الرئيس وحماية النظام حماية النظام السياسي لأنه كان مهدد في أي ساعة النظام السياسي أنه يفرض إيه وسائل الحماية اللي كنت بتقوم بها معلومات ما في شيء وكان فيه هيبة معينة تقنع فيها العالم أنه أنت قوي يعني أنا كنت أتهم بأمور كثيرة ولم أكن صاحبها وكنت أسكت يعني خلي الأمور تجري أنه والله هذا بيعملها وأنا مش أنا أعملها بس كان هذا التصور عند بعض الناس يعطيك هيبة من حيث لا تدري أنت كنت بتتابع في هذا الوقت الخلافات الدائمة اللي كانت بين الميليشيات المارونية اللي هي بين داني شمعون وبين بشير الجميل بشير الجميل كان ياخد سلاح داني شمعون ما كان يعطوه سلاح لأنه بده نخله بشير جمالي يسيطر نحن اللي كنا نعطي سلاح لداني شمعون لا بس في الفترة الأولى لأن داني شمعون ذهب معه بعد ذلك إلى إسرائيل عدة مرات وبعد ذلك طلب منه الإسرائيليين أنه واحد فيهم هو اللي سيطر قبل مجزرة أهدن أنا بتكلم في الفترة دي إسرائيل كان بتدي سلاح 77 أنتو كمخابرات عسكرية كنتو بترصدوا هذا الأمر نعم هذا الأمر من داخل القوى المسيحية طيب يعني كان لك عملاء داخل القوى المسيحية بيجيبوا لك كل المعلومات نعم كان ايه مصدرك الأخرى غير العملاء في الحصول على المعلومات تنصد التليفونات كانت أرضية في ذلك الوقت نعم وبرضو كان فيه لاسلكي كان فيه لاسلكي اللاسلكي هاي هاي التقاطه كان فيه بعض الأجهزة الأمريكية يلي هي يعني معلش إذا واحد تسمى الماركة تبعها يلي بيسموها الموتورولا يلي كانت ضد التنصد بس بس هاي دي كانت تنكمش ما كانت تنكمش مباشرة بس بعد أيام معدودي يعني كانت شهر أو أقل كان ينعرف فحوة الاتصال والصار اه لكن كنت بترصدوه أيضا نعم لكن التليفونات الأرضية كانت هي الأساس نعم ماذا لو خرب التلصال التلصال اللاسلكية أساس بس التلصال اللاسلكية ما كان فيه مجال تخبيته كان فيه بعض الأجهزة يعني كنت تحط جهاز وتحط فوقه الجهاز المعطل يعني اللي يفوت بيناتكن يسمع الخشخشي بدون ما يسمع فحوة الكلام كان عندنا حتى يعني الجهاز الأجهزي مضادة تسمح لنا بإعادة تجفير الموكلمة وعادة توضيح التجفير الموكلمة والتالي الحصول على المعلومات من أهم الشخصيات اللي كنتوا بتتنصتوا على تليفوناتها؟ وين؟ في لبنان في لبنان نعم ما رأنا بعدة أهم شيء هني الناس الأخصام والأصدقاء بمعنى أنه الصديق يلي عنده يلي كان مصدر معلومات كان كان نتنصت عليه زي مين؟ زي رئيس وزارة سليم الحص نعم وغيره و هو كان عارف أنكم بتتنصتوا؟ نعم هو كان عارف أيها يعني أنتم بلغتوه ولا هو أوردي خلاص عارف؟ لا هو عارف هو عارف يعني ما في شيء بس هو عارف أنه طب تتنصتوا هنا عشان تاخدوا معلومات ولا علشان بتتنصتوا؟ لا أبدا يعني مش ضده مش ضده فؤاد بطرس كان كان كمان تحت السيطرة تتلصف فؤاد بطرس والرئيس؟ الرئيس طلب منه أنا طلب منه مرة من المرات أنه بدنا نرئب مخابرات الأصر الجمهوري وبما فيهم مخابراتك قال لي ليش يا ابني لأنه في بالأصر الجمهوري ناس عم بتلفنوا على مؤسسات الدولة وبيتكلموا باسم الأصر الجمهوري والجمهوري وبيطلبوا طلبات غير قانونية وغير قامة يعني مش معقولة فخلينا نكمشهم بالأول قال لي طيب لطلو خمس عشر ايه وان بس مش أكتر فبلشنا التنصط على الأصر الجمهوري بعد خمس أيام تلفن لي الرئيس وقال لي عايزك نزال لي عندي نزلت لعنده قال لي شيل لي التنصط إلي شيلوا كله قال لي أنا ملبك بس عرفت قال لي فيه تنصط مخد شرحته قال لي ليش أنت مش عارف أنه فيه تنصط عليك من غيرنا قال لي مبلد بس هديك تنصط غيركم مين بقى أقول لي يعني الفلسطينيين كانوا عنده والأمريكان والسوريين والفرنسيين والأمريكان والإسرائيليين ها انت كنت عارف مين الشبكات الغربية اللي عاملها في لبنان بتتنصط جزء منها نعم زي مين كان بتنصط أكتر شيء الأمريكان أكتر شيء وكانوا بتنصطوا على مين مين والسوريين كانوا يستعملوا التنصط تبعهم والتنصط تبع كل الحلفاء يعني بمعنى نحن مثلا عن السوريين ما بنعرف شيء يعني الرئيس ساركيس كان عطيني أمر اللي أنا ممنوع أن يكون لديك مخبر سوري من الجيش السوري ليه تردوا ليش ما عمقولها قال لي نعم نحن مش طالبين السوريين يجوا بيوجه قوات ردع عربية لحتى نتنصط عليهم وقت اللي طلبنيهم معنى يتنصط عليهم ثقة فإذا بتريد ممنوع كليا وانت فعلا ما كنتش بتتنصط على السوريين ما كنتش أبدا بس أنا كنت أخد معلومات عنهم آه بتاخدها منين من إليح بيقة بالمخابة عند بشير جميل معنى كده أنك عندك علاقات خاصة بأجهزة الاستخبارات الخاصة بالميليشيات في بعض المعلومات يلي ما كنا نستحصل عليها ببوجة وقوامر رسمية نقدر نستحصل عليها بواسطة اللي ما عندهم قوامر رسمية زي إليح بيقة وجهاز ميليشيات الكتائب نعم يعني هنا الميليشيات أقامت حراس الأرز وبهذا الكتائب والتنصط على كمان على أجهزة المخابرات الفلسطينية ومنظمة التحرير ما هم ثلاثة أجهزة رئيسية كانوا موجودين مزبوطين نعم كنت أنت بتعتبر حراس الأرز والكتائب مصدر ليك؟ حراس الأرز مصدر ملغوم ليه؟ لأنه إسرائيلي بالمية مية كان يعني شو بيقولونه الإسرائيليين بيعملوا يعني كان ممكن الإسرائيليين يضيعونا نحنا بيعرفوا تماما أنه نحنا عم نعمل تنصط طب مع كذلك الكتائب؟ مش هلقدي يعني مع الكتائب هني ما بيعرفوا نحنا عمين بحراس الأرز ما بتقدر تحط خمسين خط الحراس الأزبك تتعرف على واحد منهم يعني الرئيس تبعونه تحطوا بالتنصط بينما الكتائب وغيروه في عندك تقريبا خمسين واحد كيف كنت بتتعامل مع ملف الفلسطينيين في لبنان؟ خصوم ملف خصوم يعني أنت بتعتبر المخابرات العسكرية اللبنانية تعتبر الفلسطينيين خصوم للدولة اللبنانية نعم خصوم للدولة اللبنانية ومن هذا المنطلق كيف كنت يعني معيار التعامل مع الخصوم إيه؟ تحصل على معلومات إزاي؟ بالتنصط وهم بالنسبة لك إيه؟ كمان بالتنصط وكمان بالعملاء وهون سبب خلافنا مع سليم الحص يعني سليم الحص كنا نبعط له المعلومات كلها بالأول كل شيء كنا نبعط له إيه؟ رئيس الحكومة رئيس الحكومة بس مع الأسف رئيس الحكومة غير متمرس بموضوع المخابرات كيف يكون يعني أنا إذا أبعط له مثلا أنه في الفلسطيني الفلاني عم بيعمل كذا وبدو يعمل يحط متفجرة بمحل الفلاني ونكتب له تحت التحقيق يكشف المخبر أنه قوعد تحكي بها الموضوع لأنه بينكشف المخبر ده غبري فراح لنا نحنا ثلاث عملاء معنا أتلوهن في وسط الفلسطينيين في وسط الفلسطينيين بسبب سليم الحص بمعنى أنه سليم الحص كان يروح يعتب أبو عمار يقول له كيف يعني أنتوا عندكم واحد بدي يحط متفجرات وإلى خيرية يقول له بين يعرف أبو عمار أنه في عميل نقل هذا العميل نقل هاشي هذا يقتل العميل ياهر دولت الرئيس يا عمي هادي ما بقني لك ما تبحث فيها لكن أنت كنت بتبعث المعلومات الرئيسية والأساسية بتبعثها المين للرئيس فقط للرئيس نعم للرئيس كنت ترسل للرئيس تقرير يومي حسب يمكن أكتر من تقرير يومي أكتر من تقرير مين اللي كان بيقراره هو الرئيس في بعض الرؤساء ما بقراروش بيكلفوا حد حواليهم يقرأ نعم بجوز بس الرئيس ساركيس لا كان بيقرأ الرئيس ساركيس كان ينتظر التقرير التنصق انتظار يعني كان يقل له للمرة فيه إجا البريد يا ابني يعني كان ينتظره يعني معنى كده انك انت خليت بهذه الطريقة استطعت ان تكتسب ثقة ساركيس ساركيس يعني يكلفنا مثلا يعطينا بعض الأفكار ويكلفنا بكتابة رسالة الرئيس جمهورية ان كان بالعياد أو بعيد الاستقلال أو شيء يعني انت كنت بتكتب خطابات الرئيس؟ مش انا كنت بكتب اكتب 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 احنا مجموعة بال من اللي كان معك؟ كان معي ناس كتار يعني كان معي نبي فرحات كان معي سمير الخادم كان معي يعني هو من أبرز واحد كان بكتب خطابات ساركيس؟ نبي فرحات أنت اتهمت بأنك حولت جهاز المخابرات من جهاز معلومات إلى ميليشيا عسكرية مسلحة من خلال تأسيسك لوحدة المكافحة ما هي فكرة وحدة المكافحة التي أسستها لجهاز المخابرات؟ ألفنا فكرة المكافحة لأنه واحد فيه ميليشيات موجودة بلبنان وينما كان وفيه ميليشيات موجودة بوزارة الدفاع يعني نحنا كنا خايفين على حالنا وقت اللي استلامت أنا كان فيه ناس حرس بوزارة الدفاع إلهم علاقة بالقوات اللبنانية وبشير جميلة بالقوى المسيحية وبس وبالتالي يعني كنا متخوفين إذا فات رئيس الأركان أو فات له شي ضابط مسلم يقوم يكل كفان يعني هنقدي فكانت الفكرة أنه شوية شوية ربي وحدة عسكرية يلي مش أنها تقلوه نطلع بره لهؤلاء وهيك صار لماذا كان بشير الجميل كثيرة تهجم الكلامي ضد الرئيس إلياس ساركيس؟ هو ضد الشرعية بكاملها هو بيعتبر حتى حتى أبو يعني الشيخ بير جميل كان يسميه تسميات عطلي يسمي الرئيس ساركيس؟ لا يسمي بير جميل بشير بشير نفسه؟ بشير نفسه نفسه يسمي أبو؟ نعم يسمي أبو بالصيغة إجا الصيغة إجا الصيغة وراح الصيغة لأنه بير جميل كان يعطي انطباع أنه هو مستأتل على الحفاظ على الصيغة اللبنانية والصيغة هي الوحدة البلد وإسلام ومسيحية وإلى آخره كان بشيري يقرع أبو بهالموضوع يضحك عليه يعني ما كانش حد عقبه يعني؟ لا كان يقول اجت الصيغة وراحت الصيغة كان يسخر أيضا من الرئيس؟ من رئيس أيوة الرئيس لأنه بمثل الصيغة بأنز شرعية الرئيس كان يخاف من بشير؟ لا الرئيس كان يخاف فقط من كمين شمون الرئيس يخاف من كمين شمون؟ فقط لغير لماذا؟ لأنه كان يعتبر أنه كلام كمين شمون أقوى من الأنابل يعني كان بوقتها وقتنا نقصف الأسر الجمهوري كان الرئيس ساركيس ينزلوا كل العالم على الملجأ والرئيس ساركيس يظل قاعد فوق بمكتبه وأنا قلت له مرة قلت له فيك تفسر لي أنت كيف يعني لأنه في علامات استفهام كيف يعني بتنزل الأنابل على راسك بالأسر الجمهوري وكلهم بينزلوا على الملجأ أنت بتظل فوق قاعد مش همك شيء وبيعمل تصريح كمين شمعون بتصير ترجف كلك سوا كيف يعني؟ فيه انفصام بالشخصية قال لي لا هؤذي الأنابل بيطلوني أنا بس تصريح كمين شمعون بيطلوا البلد كله سوا بشي لايك أنا بخاف لأنه كلمهم كمين شمعون يعني نهاج التفصيل الموضوع ده في بعض المعلومات سليم الحص سليم الحص رغم أن إلياس ساركيس هو الذي اختاره لرئاسة الحكومة إلا أن العلاقات بينهما لم تكن على ما يرام وبينك أنت أيضا في الحلقة القادمة نأخذ العلاقات بين سليم الحص وإلياس ساركيس وبينك وبين سليم الحص أيضا شكرا جزيلا لك كما شكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نوصل الاستماع إلى شهادة السفير جوني عبدو مدير المخابرات العسكرية اللبنانية الأسبق وسفير لبنان في كل من سويسرا وفرنسا في الختام نقول لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر